السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد وفيديو جديد فيديو مفيد على قناتنا تطبيقات الدكالة الاصطناعية بقت كتيرة بقت زحمة فعلا بقت كتيرة جدا 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 وناس كتير بتقول لي احنا يعني تشتتنا خلال كل هذه المواقع وكل هذه التطبيقات عندك حق ولكن في بعض المواقع اللي احنا تعاملنا معيها وركزنا عليها من المواقع المهمة اللي هتلاقي نفسك كل مرة بترجع لها في الاستخدام سواء كان في إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي أو صورة بالذكاء الاصطناعي أو التصميم بالذكاء الاصطناعي أو الكتابة بالذكاء الاصطناعي وغيرها من المواقع والتطبيقات اللي بتستخدم لأغراض عديدة في مواقع هتلاقي أولا عطيتك نتيجة كويسة هتلاقي في مواقع فيها الفري بلان كويسة وفي حاجة برضو يعني ممكن يكون المتلقي المعلومة مش واخد باله منها ان انت المفروض توظف التطبيقات دي بما يفيدك يعني مش كل الناس هتستخدم كل التطبيقات تبصي تلاقي نفسك في جزئية معينة انت بتستخدم تطبيق ومع الوقت لقيت نفسك رأيت لي الحساب المدفوع لان انت هتستخدمه بكثافة وحتستخدم كل الامكانيات الموجودة فيه انا كواحد باشرح يعني بوليك كل المواقع وبركز على الخطة المجانية لان انا مش هروح اشترك في كل التطبيقات انا هشترك فقط في التطبيقات مثلا ان انا على المستوى الشخصي بستخدمها فعلشان كده لازم تكون واخد بيلك ان انت هتوظف التطبيق اللي انت هتشترك فيه او اللي انت هتستخدمه حتى لو في الخطة المجانية هتلاقي نفسك مركز على مواقع محددة كل اللي علينا ان احنا بنسلط فقط الدوق على الجديد والحديث في هذه المواقع وبنخش المواقع كتيرة وفيه موقع معين ممكن يكون بيعجبنا فيه جزئية معينة فبنحط يعني بيكون فيه اونس بات على الجزئية دي وهكذا النهاردة بقى نرجع للفيديو بتاعنا هنتكلم عن ايه نهاردة هنرجع لرانوي ورانوي ام ايل من المواقع والتطبيقات الممتازة جدا وخاصة في انشاء الفيديو بذكاء الاصطناعي النهاردة جاي اركز فيه على حتة هتفيد البعض الجزء المتعلق بالترانزيشن تحويل الفوتو الى فيديو من خلال عمل مجموعة من الترانزيشن داخل رانوي ام ايل لو انت لسه ما فهمتش انا بقول ايه دلوقتي مع بعض هنطبق بشكل عملي عشان نفهم هذه الخاصية الموجودة او هذه الاداء الموجودة في رانوي واللي موجودة عندي فين موجودة عندي في الفيديوز فانت لو رحت هنا على جينيريت فيديوز هنبص نلاقي حاجة اسمها فريم انتربوليشن والفريم انتربوليشن هو عمل فيديو او سموث فيديو من مجموعة من الصور بحركة انتقالية هنشوف مع بعض الموضوع ده هنعمله ازاي كنا اتكلمنا عن الفيديو تو فيديو وتيكست او امج تو فيديو دي الحاجة الجديدة اللي هنتكلم عنها النهاردة والحديثة وهي الفريم انتربوليشن من رانوي ام ايل يلا بينا نبص عليها انا عملت شوية صور او كان عندي شوية صور عملت لهم جينيريشن بالذكاء الاصطناعي من خلال موقع اليونارد وي اي وممكن من خلال موقع رانوي لان هو بيعمل امج من التكست زي ما انت عايز وهبتدي ان انا استخدمهم في هذه الجزئية او ممكن من حاجات عملتها من قبل على الموقع انا هنا هروح اعمل drag and drop وابتدي ارفع مجموعة من الصور المتشبهة صورة زي دي صورة زي دي كلها صور تقريبا تقريبا هاخد الصورة دي والصورة دي كلها صور يعني مشاهد متشبهة وحبتدي ان انا ارفحها بالمنظر ده عشان استخدمها علشان يعملي الفريم انتربوليشن اللي هنشوفه مع بعض من خلال مجموعة الصور اللي قدامي دي اولا انا هحدد يكون انا مش رفع مجموعة كتيرة من الصور بعض الناس هتتخان دي مجموعة كبيرة من الصور انا هنا هخلي انت عندك لحد ستين سكند تقدر تعمل الموضوع ده لحد ستين سكند لحد دقيقة انا هستخدمه بس فقط اتناشر ثانية وابتدي اعمل generate عشان اشوف الفيديو اللي هحصل عليه شكله هيكون عامل ازاي generate تعالوا نبص كده عملي transition على هيئة فيديو من الصور زي ما احنا شايفين ممكن نعمل حاجة تانية مختلفة هعمل كده refresh حبتدي اعمل drag and drop او ارفع مجموعة ايضا من الصور وحبتدي اقلل شوية خليها 5 سكند او 4.75 سكند بالمنظر ده واعمل generate تعالوا كده نشغل الفيديو تعالوا كده نقلل شوية generation ونعمل regenerate كده افضل الناس اللي بتشوف في بعض الاحيان وردة لسه صغيرة وتبتدي في مراحل النمو ممكن انها تستخدم الموضوع ده يبقى انت عندك صور مثلا في مراحل الوردة في مراحلها مثلا المرحلة الاولانية وهي لسه صغيرة او عندك حاجة معينة بتبتدي في نموها من البذرة لحد النبات نفسه ممكن تستخدم الانتربوليشن في النقطة زي كلما حتبقى في صور اكتر كلما حيكون مو سموث يعني هو ممكن اطول ديوريشن تعالوا كده نشوف لما ديوريشن حيطول حيحصل ايه حيكون الموضوع بطيء جدا زي ما احنا شايفين الموضوع بطيء جدا حيحول من سين لسين لشكل لشكل لحركة لحركة وهكذا طبعا تقدر ان انت تلعب في الديوريشن بالشكل اللي احنا اتكلمنا عليه هعمل ريفراش وهبتدي اروح ارفع مجموعة من الصور طبعا انت في المجاني محدد فعشان برضو نكون واغتين بالنا ان احنا يعني محددين بعدد معين هنا هرفع اكتر من صورة برضو انا الفكرة اللي جاتلي اللي هي مراحل النمو ممكن الناس اللي بتعمل فيديوهات مراحل النمو الناس اللي بتعمل مثلا وردة صغيرة وبتفتح بزرة وتتحول لنبات هيبقى الموضوع ده معاها حلو قوي خصوصا في الفيديوهات التعليمية او التوضيحية تعالوا كده نجرب مع بعض نشوف حاجة زي كده تعالوا مثلا نعمل حاجة اربع ثواني او 4.7 تعالوا نعمل generate ونشوف هنا هيحصل ايه ايه دي زي ما احنا شايفين انت حركة الترانزيشن والحركة والانتقال edit selected images لو انت عايز ترفع مرة تانية صور تانية فبدوس edit selected images فبترفع صور اكتر واكتر وهكذا عشان تعمل transition ما بين الصور ده جزء متعلق بالframe interpolation من الحاجات الحلوة اللي عجبتني في runway وي runway بصراحة في حاجات كتيرة جدا في generate audio في edit videos في حاجات كتيرة في بالنسبة لل edit videos ممكن ان انت تروح مثلا تعمل حاجات كتيرة جدا انت تقلل حركة الفيديو بتاعك في حاجات كتيرة جدا ممكن تعملها في super slow motion من الحاجات الحلوة قوي super slow motion ان انت تقلل حركة الفيديو بتاعك نفترض مثلا ان انا عندي فيديو زي ده كده فيديو زي ده انت ممكن تقلل speed خالص بالمنظر ده تعال كده نبص هنا ممكن تقلل ال speed خالص وتعمل process فيبتدي ان هو يقلل لك ال speed فهنا ممكن ان هو يقلل لك السرعة الخاصة بالفيديو حاجة برضو من الحاجات الحلوة اهي الموجودة في run way ml وهو super slow motion ممتاز جدا زي ما احنا شايفين وفي الاخر بتعمل export للفيديو بتاعك ان شاء الله بإذن الله لنتناول المزيد ولكن الحتة بتاعت frame interpolation عجبتني جدا جدا قلت الناس اللي هي حابة انها تستخدمها في الفيديوهات ممكن اطلع اتكلم عنها الحتة ايضا بتاعت السلو موشن ممتازة جدا او السوبر سلو موشن الموجودة front way ml ممتازة جدا زي ما بقولك عليك ان انت تختار ما يناسبك من مواقع الذكاء الاصطناعي وهذه الادوات وحاول تستفيد بها قدر الامكان خاصة في انشاء المحتوى اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد انا عم بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين الاعزاء متنساش لايك وشير والكممنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته